للعناية لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله حرصا على الوفاء بالتزاماتنا لسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد والإصلاح الشامل لجهاز العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشط وإرساء معالم دولة الحق والقانون وتكريس المكاسب الاجتماعية هكذا وبعد إن استكملنا الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية شرعنا بكل حزم في تهيئة بلادنا لخوض تحديات الإنعاش الاقتصادي وترقية الحياة الاجتماعية بكل أبعادها لا سيما تعلق منها بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل في وقت أنهين فيه برامج مستعجلة وشاملة للقضاء على مناطق الظل ومظاهر البؤس والهشاشة أدت والحمد لله إلى إخراج آلاف العائلات من حالة اليأس والمعاناة السيدات الفضليات السادة الأفضل إن قناعة راسخة بأن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية وخالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتسلط المسؤولين والموظفين إدارة عمومية وطنية تضع خدمة المواطن في صلب أولويتها ولن تتحقق الإدارة العصرية إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحمل المسؤولية واستشعار الواجب المهني ومتى تحقق ذلك تبنى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهياكلها ولقد أليت على نفسي أن ألزم الجميع وعلى كل المستويات وفي كل المواقع والقطاعات بالعمل وفق هذه الروح بصدق وبما يجعل المواطن أينما كان يلمس التغيير الحقيقي ويتآلف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن بعيداً عن أي توجس من المساس بكرمته وفي هذه السانحة أعيد وأكرر بأن كرمة المواطن ليست شعاراً ولا كلام مناسبات بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معاً كما أن تقريب الإدارة من المواطن ليست شعاراً بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات ومستحدات في الميدان ومستحدات ولايات وولايات منتدبة إلا شاهداً من الشواهد على الإرادة القوية لتدسيد هذا المبتغى بالفعالية والأجال اللازمين إن الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب عن انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية تعد كلها مؤشرات عن المساهمة الجمعية في ترسيخ روح المواطنة الحقة وتأتي هيئة وسيط الجمهورية تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية لتكون رافداً هاماً في هذا المسعى النبيل لقد أصبح لهذه الهيئة مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني دور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء ونقل الانشغالات ورفع العلاقي للبيروقراطية المؤرقة وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية والسلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها وإذ أنوها في هذا المقام بالجهود المبذولة من إطارات ومنتسب الهيئات المذكورة أدعو إلى المزيد من الاجتهاد وروح المبادرة وفتح الآفاق نحو علاقات جديدة ومرنة تساعد على مد جسور التعاون وترفع من القدرة على الإقناع لتكون هيئة وسيط الجمهورية وغيرها من الهيئة الوطنية بهذه الرؤية التفاعلية المتفتحة في خدمة المواطن حقيقة لأن خدمته هي سبب وجودها السيدات الفضليات السادة الأفاضل في الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية أؤكد على أهمية تطوير إطار التعاون مع هذه الهيئة من أجل انتقال إلى مرحلة الفعالية التي يتوسمها فيها المواطن ويتأت ذلك بالعمل المنسج والمتكامل الذي يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها ويعتمد المقاربات الاستباقية في تقدير انشغالات واحتياجات المواطن من خلال الاحتكاك المباشر مع مختلف الفئات في المجتمع والتقييم الدور للأداء والانخراط في التوجه نحو التحسين المستمر لنوعية الخدمة العمومية وفي هذا المنح فإن الحكومة مدعوة إلى السعي الحثيث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا وذلك بابتكال قنوات للتنسيق مع واسيط الجمهورية بحيث يمكن للاختارات التي تصل إليه من طرف المواطنين أن تشكل مرجعا مهما لبلورة مناهج المحاربة الاختلالات وردع التهاون والتقصير والتلاعب بمصالح المواطنين وفي ذات السياق لا بد أن يأخذ الجميع بعين الاتبار أن الرأمنا أمر لا مناصة منه ما تؤرح على ضرورة تقليص أجل تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية في الأخير يجدر التذكير بأن الإدارة العمومية هي الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام وأن مسؤوليها وأعوانها مهما كانت درجاتهم ومستوى الوظائف التي يتولونها مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحق مكفول للمواطن لا كمنة أو مزية وإنني لعلى ثقة تامة بأن إطاراتنا وموظفين في مختلف الإدارات قادرون على إطفاء المصدقية ونجع على المرافق العامة بما يحدهم من إرادة صادقة وما يتحلون به من وازع أخلاقي وحس مهني اشتركوا في القناة